كان مادة دسمة لحلقاته لكن بعد 30 يونيو تساءل كثيرون من هي الضحية الجديدة لسخرية وانتقاد الإعلامي باسم يوسف حلقته الأولى من الموسم الثالث انطلقت بهذه التساؤلات التي عبرت أذهان متابعه ومنتقديه العين كانت على هذه الحلقة بعضها كان وفاء المتابعة محركها والبعض الآخر كان ينتظر باستخفاف ماذا سيقدم باسم يوسف بعدما شهدته مصر من أحداث تلخص لما حدث منذ آخر حلقة في الموسم الثاني وسخرية على بعض الإعلاميين والشخصيات العامة وابدأ رأيه بشأن ما عاشته البلاد من أحداث مهمة دون أن يغفل عن بعض أبطال الموسمين السابقين لكن الكثيرين لا يزالون ينتظرون شيئا آخر حتى هذا لم يكن كافيا إلى أن بدأ يدرج ما اعتبره البعض التحدي الأكبر لبرنامج البرنامج بهذه المرحلة وهذا قد يكون السبب وراء إيقاف برنامج البرنامج كما يقول كثيرون لكن قناة سي بي سي المصرية تقول إن مشكلات فنية وتقنية هي سبب وقف بث حلقات البرنامج مشددا على أنه توقف ولم يلغى وحيث أننا فجئنا بأن المحتوى الإعلامي المسلم لإدارة القناة لحلقة اليوم الجمعة 1-11 للبرنامج يخالف ما ورد في بياننا الصادر في 26 عشرة مما يعني إصرار منتج البرنامج ومقدمه الإعلامي الدكتور باسم يوسف على الاستمرار في عدم الالتزام بالسياسة التحريرية لقنوات سي بي سي تجاوز متصفح شبكات الاجتماعية أسباب الإيقاف ولم ينتظر أي تفسيرات فانطلقت التعليقات بين مؤيد ومعارد وساخر ومتهم بينما بدأ البعض الآخر بالتكاهن حول مستقبل البرنامج وبين دعم بعض الإعلاميين لباسم ورفضهم لما اعتبره قمعا للحريات وبين من انتقده واعتبر تطرقه للمؤسسة العسكرية تجاوزا للخطوط الحمر نفت الرئاسة والجيش علاقتهما بإيقاف البرنامج بينما ينتظر ويطالب الجمهور بعرض الحلقة الممنوعة على موقع يوتيوب حتى أن البعض بدأ فعلا بالترويج لهذه الحلقة